أحبكم متابعين الأوفياء وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله هذا من فيديو جديد ووصفة جديدة سنقترح لكم وصفة الغداء فهي تجي سهلة بسيطة وكتوجد بسرعة البرق كما تلاحظون معي جدي الوصفات سهلين بساط وفي وقت اللي هو واجيز سنقترح لكم أي نوع دي الحوت عندكم متوفر سواء سردين ولا أشطون اللي كان بشرمولة اللي رائعة بزا بزاف وغادي نقترح عليكم مصفة دي البقولة تبارك الله فهي تجيزوينة بزاف في مدة دي العشرات دقائق كتكون عندنا واجدة المدق ديالها خطير وراهيب في نفس الوقت وكيف العادة فأنا كنقول للناس اللي ينضمون القناة مرحبا وألف مرحبا بكم وكانتمنى المحتوى يكون كي ينال إعجاب ديركم وكيروقكم وكيف العادة ما تنساوش تبارتاجي والفيديو مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديركم ما تمشيوا فين باش نكملوا الاصفات ديالنا على بركة الله كان رحب بكم متابعين الأوفياء وغادي نبدون الاصفات ديالنا على بركة الله في المرحلة الأولى غادي نحضروا البقولة اللي كتوجد في عشرة ديال الدقائق اللي غادي نحتاجوا فيها قبطة من جوج قبطات حتى الثلاثة كيبقى دائما على حسب الأفراد ديال الأسرة غادي ناخدوهم كنغسلوهم مزيان وكنديروهم كي يستقطروا هاكا من الماء حتى كينشفوا هاكا نقردوها هاكا مزيان كتكون متوسطة ماشير قيقة بزاف وماشير غليضة فبالنسبة لي احتاجت قبطة ونص مع قبطة ديال الربيع ما بين القصبورو المادنوس ثلاثة ديال الفصوص ديال التومة الملح مع القصغيرة ومع القصغيرة ديال الخرقوم مع القصغيرة ديال كامون غادي نديروا لكل الفنطنجرة الضغط يعني باش غادي نسهلوا علينا العملية وغادي تاخد معنا عشرة دقيق فقط فالبقولة ديالك تكون واجدة كيف ما غادي تلاحظو دلت البقولة غادي نفعليها الربيع كيف ما قلت لكم قبطة اللي خلطة ما بين القصبورو المادنوس غادي نضيفها عليها من الفوق وغادي نضيف معاها ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم انتومة بالنسبة لكم ممكن تستعملوا كمية اكتر او اللي ما كيف تضلشها كثومة بزاف فهو كينقص بالنسبة لي التوابيل فانا ضفت هنا مع القاس صغيرة ديال القامون مع القاس صغيرة ديال الخرقون ومعل القاس صغيرة ديال الملحados ما يظهر النار Curry كيبقى حسب الضوغ فبالنسبة اتضفت معاكم الحار اللي كيبقى اختياري وكيبقى دائما كاللي كييعجبو الحار بزاف كاللي كيينقص الكيمياء ديال الحار كيف ما غادي تلاحظو فانا اضفت معاكم هنا المصير جوجة ديال الطرف اللي ما عندوش ممكن يضيف عاصير ديال الحامض فالاخير فبالنسبة لي كان متوفر فأنا اضفته هنا كيفما قدي تلاحظو ضفت معاكم مغروفونس ديال زيت الزيتون وممكن تدمجو ما بين زيت نباتية وزيت الزيتون لأن حتى كنشحروا البقولة ديالنا نزيدان وكنشوفو واش خاصة كمية ديال الزيت ولا لا فهذه المرحلة فأنا كنضيف معاكم كاس ديال العنباء ديال الماء فقط كيفما قدي تلاحظو فقط كاس ديال العنباء فهو قدي طيبنا هذا الوصفة اضف عشرة ديال الدقائق وكتجي رائعة بزا بزاف ناجحة وزوينة والمضاق أكيد غادي يعجبكم وغا تولي وصفة معتمدة عندكم فبالنسبة للطريقة ديال الطاهي كنديروا الغلاقن زيان ديال الكوكوت كنزيرهم زيان كنديروا صفارة كنحطوها على نار لي كتكون ممجهداش بزاف لأنه إلى جهدنا فأكيد البقولة ديالنا غادي تشوط وما غاديش طيب اذا غنديروا نار لي كتكون متوسطة لمهيلة كان بدأت دور صفارة ديال الكوكوت وكنحسبولها عشرة دقائق وكنحيضول بقولة ديالنا هنا كيف ما كتلاحظو خديت معكم السردين يعني انتو ما ممكن تستعملوا شطون ولا اي نوعية متوفرة عندكم كنحطوها كاف ما اللي كيكون نقي وكنغسلوا السردين ديالنا ولا شطون ولا اي نوع ديال الحوت متوفرة عندكم يعني مش شرط انكم تستعملوا هذي النوعية هذي هنا ملاحظة أنا كنت باغين نلسقوا واحدة مع واحدة ولكن بما ان الحجم ديال الحوت كبير فانا خليته كيف ما هو فانا فقط نقي تغسلته زيان وكنضيف له التوابل كيف ما كتلاحظو الكامون التحميراء الملح الفلفلة حارة التومة والعاصير ديال الحامض هنا ممكن انكم تقش شرمولة ديالكم في المهراز كيف ممكن انكم تدوزوها في الهاشوار فبالنسبة لي اكتفيت انني نحك فقط بهذه الحكاكة هذي ونقطع ربيع رقيق ونشرملها كالحوت ديالي كنخلي المدات ديال عشرة دقائق وكتبدا تقليف الحوت ديالكم اذا ما تمشيو فين خليكم معايا حتى نكملو تفاصيل ديال الوصفة ديالنا فملاحظة هنا كنضيفو عصير ديال الحامض ضروري وليه ما عندهش متوفر اكيد كيضيفو الخل ديال الحامض حتى وكي يعطي مدى قزوين وكي يجيب من الحوت طريق وبنين بزاف وكي يعطي وحطرة والحوت ديالنا اذا كيف ما غادي تلاحظو فانا غا نشرمله ونخليه علاجا لمدة ديال عشرة دقائق علامات وجدلي البقولة وغادي ندوز باش نقلي معاكم الحوت ان شاء الله مما تمشيو فين خليكم معايا كيف ما كاتلاحظو متابعين الافياء بعد ما شرمت الحوت ديالي كنخليه المدى ديال عشرة دقائق حتى الخمسة دقائق حتى الخمسة دقائق باش كيتشرب لي التوابيل مزيان مزيان كنخليه الفيلم أليمونطير وكنخليه علاجا فبالنسبة كيف ما كنقول لكم الناس لما عندهمش الوقت اقل المدى يعني عشرة خمسة دقائق ماشي مشكل فهو كي يجيبنين وكي يجيزوين بزاف فهتلقاتنا فانا درت المقلاع على نار اللي كتكون متوسطة درت فيها كمية من الزيت النباتية كان ناخد كمية من دقيق سواء القمح الفينو ولا الفورس اللي متوفر عندكم دائما كان قدوب اللي عندنا في المنزل ديالنا كان بقى نمر هكا الحوت ديالي كان مروا هكا في دقيق كان نحطوها في المقلاع اللي كتكون فيها الزيت كتسخن حتى غنكمل الكمياء كاملة فملاحظة الحوت ما تقيصوهش نهائيا حتى كيتحمر هكا شوية مجنب باش مني كتقلبوه ما كيتهرش معاكم في المقلاع وكيبقى محافظ على والشكل ديالو كيجيزوين فبالنسبة للشكل ديال البقولة والطريقة البقولة كنخليوها حتى كتب عشرة دقائق كنطفو عليها كنردوها فوق البوطهك كنقلبوه ما خاصها سواء الملحة ولا الحار فبالنسبة للمقادير اللي عطيتكم فيها كتجيزوين بزاف ولكن الناس كاي اللي كيبغي الحار بزاف كاي اللي كيبغي الحامض كاي اللي كيبغي الملحة وتانية تكون بنينة كل واحد كيبقى دائما على حسب الضوك كتردو الكل اللي فوق النار كتشحروها كتديدو كيمياد الحار كنتو كتبغوا الحار بزاف الحامض كتضيفوه في المرحلة الاخيرة اما بالنسبة لزيت الزيتون فحنا في الاخير كنضيف وحد الخويط لزيت الزيتون كتعطي وحد المدق اللي بني بزاف بزاف وكيف العادة كنرحب بالناس اللي اللي نضموه القناة باش يشتركوا في القناة بالضغط على زر الأحمر مع تفعيل زر الجرس بارتاجيو لاشيين مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم وكيف العادة تدعمونا بزير لايك للإعجاب باش هكا الفيديو كيتلونس عند أكبر عدد من المتابعين هكتها كتحفزوني نعطيكم وصفات لي كتكون سهلة وفي المتناول وفي نفس الوقت كتعم الفائدة وكيف العادة ما تنسونيش من التعاليق والآراء ديالكم زوينة اللي دائما كتحفزني هكا نبقى حضر معاكم ونعطيكم دائما الجديد والمزيد وما تنساو اشتبار تاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجيماعي مع الأهل والأصدقاء والأحباب ديالكم ولما لا مع الأقارب ديالكم إذا متابعين وصفتنا اليوم كانت عبارة عن جديد الوصفات اللي ساهلين للغداء فهم يجيوا ساهلين وبساط كيف ملحتوا فبالنسبة لي البقولة زينتها هكا بالزيت والحمر فوقيت ماشى بزاف مع البقولة مع المصير اللي حضرت طيبت به كيف ملحتوا فبالنسبة للحوت قدمتوا لهذا الشكل كيف ما كنقوله دائما العين هي اللي كتاكل قبل الكرش إذا كانت مننا الوصفة تكون نالت إعجاب ديالكم ورقتكم وصفتنا كانت سهلة وسيطة ووصفة الغداء اللي سريعة كتتوجد يعني في مدة اللي قصيرة كانت مننا الوصفة دياليوم تكون نالت إعجاب ديالكم وكيف العادة ما تنساونيش من دعم ديالكم المتواصل متابعين الأوفياء دمتم في رعاية الله وحفظي إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة